اللي لهم بيبترانوا مصر التأمين لعبنا اول دارة مجمعة فوزنا بالتلات مباريات الدارة مجمعة التانية اللي خلصت مبارح فوزنا بالتلات مباريات فازن احنا كده بدنا نتصدر المجموعة اللي احنا باللعب وكان اخر فوز مع مصر للتأمين في الدارة المجمعة التانية كان 88-43 فبقى معنا ذلك ان احنا الحمد لله اول مجموعتنا طب هنعمل ايه هنستنى بقى نشوف فرق المجمعة التانية حصل فيها ايه وهنعرف هنلاعب مين في دور الستاشر زهابا وايابا اللي بيحصل ايه بتترتب الفرق كل المجموعات بترتبوا فانت بتلعب في دور الستاشر مع فرق تطلع تلعب دور التمانية رايح جاي الاربعة والدور السيمي فاينال الفاينال بيستوف تري او الفاينال مش عارف بقى هم عاملينها كل سنة بيغيروها انحية مش عارف مش قدام الجدول بس بتتغير كل سنة اكوردنج ليه ليه الاشتراكات فممكن يقولك لا احنا مش عايزين نطاول الموضوع يبقى رايح جاي ممكن يقولك لا احنا نطاولها عندنا وقت طب نعملها بيستوف تري فالنهاردة ده فريق السيدات ومن بارح كان اخر مباراة في الجولة المجمعة التانية في الدور الاول لدور المرتبط هتقول لي طب يا كابتن طب الرجال ما بدأوش اه رجال ما بدأوش كان عندهم بطولتين مش عند السيدات كان عندهم البطولة العالم فالدوري وضع طبيعي هيستنى وكان عندهم بطولة عربية مشارك فيها الاهل والاتحاد فدوري الرجال هيتشفت هيبقى بعد دوري مرتبطة على رجال هيبقى بعد السيدات السيدات سابقة بست مباريات الرجال برضو الدنيا قربت هيبتدوا على ما اتذكر الاسبوع الجاي ان شاء الله و هيبتدوا ان شاء الله يعني يخشوا في المعمعة دي برضو نفس القصة وده عشان كده انا قلت انه لازم يعني الحقيقة يحصل اراحة للعبين خاصة بالاسم في الرجال طبعا السيدات خدوا وقتهم وريحوا ويمكن كان فيه اصابات الرجال السيدات باكر عندها مشكلة تانية تاتة على تلاتة كل لعبة النادي الاهل في تاتة على تلاتة موجودين فكان فيه تلاتة اربع لعيب عليهم اجهاد عالي فريق السيدات عنده طولة افريقيا السندي ان شاء الله اه عايزين ناخدها باذن الله وبنسبة كبيرة جدا لسه الاعلان ما تمش يعني من قبل الاتحاد المصري الاتحاد الافريقي لكرة السلة ممكن تبقى عندنا وطبعا اللي بيساعدنا في الموضوع ده رئيس المنطقة الخامسة الافريقية زون 5 اللي هي واخد دول منابع عنين مصر السودان جنوب السودان رواندا بتهياء لكينيا الدول دي دي زون 5 او المنطقة الخامسة رئيسها مهندس شامل حريري اللي حكم الدول السابق وطبعا عضو مجلس دارة الاتحاد المصري السابق هو رئيس زون 5 وده طبعا اي ملف بتقدم من الزون بتاعته بيكون سابورتي لي جدا بيكون واقف معاه بشكل كبير فان شاء الله البطولة دي بشكل كبير هتكون فيه صالة طبعا نادي الالي في الجزيرة نتمنها ان شاء الله تتم الاعلان عنها قريبا باذن الله